خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء استعرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية محمد عمران مقترح لاستراتيجية وطنية للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية 2022-2026 ومن جانبي أشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أهمية تباني استراتيجية وطنية للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية لفتا إلى أن المعرفة الأساسية في التمويل الشخصي أضحط مهارة أساسية يحتاج إليها الأفراد للاستفادة من التطورات الناشئة في عالم المال والأعمال وذلك بهدف زيادة قدرة المواطن على التخطيط للمستقبل وتحسين آدائه الاستثماري واتخاذ قرارات مالية سليمة وتحقيق التوازن بين قدراته واحتياجاته المالية